فرضت ميليشيا الحوثي وكيلو إيران في اليمن قيودا مشددة على المسافرين إلى محافظة مأرب لإعاقة وصول أسر الأسرة الذين تم إطلاق سراحهم في عملية التبادل التي رعاتها الأمم المتحدة وقالت مصادر أمنية إن الميليشيات الحوثية توجهت النقاط العسكرية بتشديد الإجراءات الأمنية في النقاط ومنع أي أسرة مسافرة إلى مأرب من ذوي الأسرة المحررين بمغادرة المحافظة وتسعى الميليشيات لاغتيال بهجة الأسر بتحرور أبنائها الأسرة في وقت تعمل على تحضيرات واسعة لاستقبال الأسرة المحررين في الحديدة من عناصرها تمهدا إعادة زجهم في جبهات القتال مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر